تتسع حلقة تهديد الأمن الغذائي العالمي. مؤشر جديد قد يطيل أمد الأزمة بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الزراعة كالأسمتة. منظمة الأغذية والزراعة تبع للأمم المتحدة الفو أعلنت أن تكاليف هذه المواد بلغت أرقاماً قياسية محذرة من أن ذلك قد يحد من قدرة المزارعين على زيادة الإنتاج. ووفقاً للتقرير فإن المؤشرات لا تبشر بإمكانية الحد من ارتفاع الأسعار في الموسم الحالي وربما في الموسم القادم أيضاً. واستتوقعات بأن يدفع ارتفاع الأسعار فواتر الواردات الغذائية العالمية إلى مستويات قياسية لتصل إلى مستوى يبلغ تريليون وثمانمائة مليار دولار. المنظمة حذرت من أن الوضع يهدد الأمن الغذائي مشيرة إلى أن المستوردين سيجدون صعوبة في تمويل ارتفاع التكاليف. وتوقع تقرير أن تخفض الدول النامية كميات وارداتها الغذائية مع ارتفاع الأسعار. في السياق حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي من أن العالم على شفاء أزمة غذاء مروعة مع عدم قدرة أوكرانيا على تصدير كميات كبيرة من القمح والذرة ومنتجات أخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي حديث عن استمرار عضوية روسيا في الفاو. ماذا تفعل روسيا في المنظمة إذا كانت تسبب مجاعة لما لا يقل عن أربعمائة مليون شخص وربما أكثر من مليار شخص؟ تتزامن هذه التصريحات مع أعلان موسكو فشل مفوضات مع تركيا بشأن تصدير شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. مما ينظر بأزمة غذاء عالمية يتوقع أن تكون من أسوأ الأزمات التي مرت بها البشرية.